اشتركوا في القناة يا رب كل المصريين كل الأمة العربية والإسلامية بخير وسعادة في حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن التشنج المهبلي عند السيدات يمكن دي مشكلة مش بنتكلم عنها كتير ولكن للأسف هي مشكلة كبيرة ممكن تؤدي لإطلاق أحيانا ما بين الزوجين هنتكلم بالتفصيل عن التشنج المهبلي عند السيدات إيه أسبابه أعراضه هل فيه طرق علاج إيه طرق العلاج المختلفة ده هنعرفكم الدكتورة التي تكون مشرفانا النهاردة في الستوديو دكتور رانيا السيد مدرس العلاج الطبيعي بطب الأسر العيني أما بالنسبة لمعلوماتنا الطبية النهاردة هي خاصة بعداد الأكل عند الأطفال يمكن أي أم أو أب يعني بيتضيقوا أو ما عندهمش صبر كفاية لما الأطفال وخاصة في السن الزغير أنهما بيحاولوا يأكلوا وأحيانا الأطفال بيلجأوا مش أنهما يعني عن طريق الأكل أنهما بيلعبوا بالأكل فاللعب بالأكل ده بيضايق أهالي كتير جدا لكن في دراسة بتقول أن أن الأطفال لما بتلعب بالأكل على مئدة الغذاء بتقول أن لعب الأطفال بالأكل هو بالضبط ما ينبغي أن يفعله الطفل لما بيأكل الفكهة والخضار وأن التفاعل مع الغذاء يمكن أن يكون أفضل وسيلة للطفل لتطوير عادات الأكل الصحية في سن مبكر وأن تعريض الطفل لأكل الفكهة والخضار ببساطة زي اللمس أو أنه يشمر رائحة الأكل أو هو حتى أحيانا اللعب مع الطعام بيؤدي لزيادة فرصة تناول الطعام الصحي بكده تكون خلصت أخبارنا أو معلوماتنا الطبية هنروح تلوقتي فاصل نرجع لكم مرة تانية خليكم معنا ورجع لكم مرة تانية مشاهدينا وفي حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن مشكلة زي ما قلت في جداية الحلقة أن هي يمكن مشكلة مش بنتكلم عنها بالتفصيل أو بصورة كبيرة لكن هي مشكلة كبيرة ممكن تؤدي أحيانا لمشاكل ما بين الزوجين وفي النهاية ممكن تؤدي للطلاق مشكلة النهاردة اللي هنتكلم عنها هي التشنج المهبلي عند السيدات إيه هو التشنج المهبلي؟ إيه هي أسبابه وأعراضه؟ وإيه هي طرق العلاج؟ وهل طريق تشخيصه وعلاجه تبقى طريقة سهلة ولا لا؟ ده هنعرفه من الدكتور المشرفان النهاردة في الستوديو دكتور رانيا السيد مدرس العلاج الطبيعي بطب الأصل العيني أهلا بحديك دكتور كنسانو حديك طيبة متي طيبة الدكتور يعني إحنا النهاردة مختارين موضوع مهم ويمكن ده مشكلة مش بنتكلم عنها كتير زي ما قلت لكن ممكن تؤدي لمشاكل أخرى كبيرة جدا ما بين الزوجين ايه هو التشنج المهبلي عند السيدات؟ التشنج المهبلي ده تقلص في عضلات الحوت والمهبل من شدة التقلص ده سمناه الاسم العلمي بتاعه الطبي فاجينازمس ده الاسم العلمي بتاعه الطبي وتفسيره تسمناه تشنج مش تقلص إيه الفرق بين التشنج إيه الفرق بين التشنج لو تقلص أو تشنج التقلص يعني عضلة فيها سبزمة متقلصة شوية تشنج يعني العضلة مقفولة فيها بلوقع وتبدأ متشنجة لكن تقلص ممكن يتفكش يحصل شوية ممكن آه آه ومع الوقت آه آه زي تقلص خفيف بسيط لكن ده تقلص شديد يعني نقدر نقول إن التشنج ده تقلص شديد في عضلات الحوت وعضلة المهبل مما يؤدي إلى صعوبة العلاقة الزوجية أو نقدر نقول عدم حدوث علاقة زوجية ممكن تؤدي فعلا في الآخر لعدم حدوث العلاقة الزوجية مش طبعا مش قريبت هو فعلا اللي بيحصل إحنا بنقول صعوبة العلاقة الزوجية لكن الحقيقة هي عدم حدوث علاقة زوجية أسبابه إيه دكتور يعني إيه اللي بتقدي له أسباب التشنج في الحوض عضلات الحوض وحديك قلت العضلات المهبل بصي أسبابه ممكن عندنا نوعين يا إما برايمري يا إما سكنري برايمري يعني أولي أو سنوية أه أه أولي ده يعني هي عندها أصلا تشنج مهبل تشنج في عضلة زي ما هو المهبل عضلات المهبل أو عضلات الحد جزء من الجسم زي أي عضلة زي أي عضلة حصل فيها تقلص في الجسم ما ميسببش أي أعراض يعني وجع ألام خالص يعني بيظهرش غير لما تيجي في الجوزة وتستخدم العضلة دي لكن قبل كده مش بتحصل هي تعتبر عضلة مش مستخدمة في الوقت ده فمش هتحس بيها في عرض واضح قوي أو في حاجات تبقى واضحة أو حاجة تعوق حياتها في أي حاجة فبتبقى حعدية جيدة يعني مش يعني ما نقدرش نكتشفه قبل الزواج لأ صعب جدا إن هي العضلة دي بتبقى متقابل هتباني إزاي جرسات لما يجي يحصل علاقة زوجية فهميني ده الأول طب الأول ده يا دكتور لا يعني هل عامل مراسي دي علاقة بالموضوع لا لا مش شرط خالص يعني ساعة تيجي حالة ويكون أخوتها كلهم قويسين وممتها كان عايزة وفيش أي مشكلة خالص لا مش شرط يكون عامل ورص ومش معروف حتى في التشنج المحبالي الأولي أي أسباب يعني ليه بتؤدي ليه تشنج العضلة ما هو تشنج العضلة بصي ممكن يكون أولي حاجة اسمها عندنا فيه حاجة اسمها إذيو بس كيني أصلا حاجة حتحصل من جر سبب دي دي حاجة فيه بقى بأسباب اللي هو النوع الثاني اللي احنا هنقول عليه اللي هو مالتنين نفس العلاج على فاكرة اللي هو سكندري اللي هو مثلا يكون حصل مثلا البنت سمعت حكايات مخيفة كثير من أصحابها والموضوع صعب قوي وهتتواجع جامج وفض الغشاء ده مشكلة كبيرة ومش تبدل البنت تعبي في ذاكراتها حاجات فتعمل لها يبقى عندها أسباب نفسية تبقى هي أصلا خايفة من العلاقة من قبل ما يحصل العلاقة ده يعتبر سمعين فيه سبب نفسي هنا دخل في الموضوع تمام ممكن يكون هي أصلا كانت كويسة والعلاقة بينهم كانت كويسة وتكون مثلا سي عملية عملية في المنطقة بتاعة المهبل أو في المنطقة جنب المكان ده فهي بدأ يبقى عندها ألام والألام دي مع الوقت بدأ يحسن تقلص في العضلات وبدأ التعاني من تشنج مهبالي مع أنها مكانش عندها تشنج مهبالي بعد عملية ساعت فيه ناس يحصل لهم حاجة اسمعها برضو ديفيكالتكايتس اللي هو جميع سعب بعد الولادة الطبيعية مكان الخياطة اللي تبقى معمولة فتزيب برضو ساعت بتعمل المشكلة دي تفضل شوية وتحس ان هي أول ما يجي زوجها يقرب منها عضلاتها بتتشنج وبيحصل تقلص فضيب ده السنوي اللي هو بيبقى فيه سبب وساعية حد يحصل علاقة مرة واحدة أول الجواز الزوج مثلا يحصل العلاقة دي بطريقة فيها عنف أو بطريقة فيها شدة أو من جير مدعبة فالبنت تتخاف ويحصلها زي حال تبقى فوبيا وتبقى بعد كده عندها خوف طبعا أو العلاقة عمول فتؤدي الحالة النفسية للتشنج أو وبعد كده يحصل يحصل فعلا التشنج ببالي ويحصل فعلا تقلص في العضلات يعني هي ممكن تكون بدأت بسبب نفسي وبعد كده تعمل حاجة سمعها اللي هي يعني سبب نفسي أدى المشكلة عضوية تمام ده اللي هو الأسباب أو ياما عملية جراحية أدت ليه التشنج أو عملية جراحية فهي المكان وجاعها شايلة مثلا غدة من المكان زي مثلا حد يستقص لغدة هي بتاعت غدك برسلون مش عارفة يحصل أي عملية قريبة في المكان ده تبدل هي عندها خوف شوية فالخوف يؤدي إلى تقلص في العضلات بتاعت المهبل هو يعني موضوع مش كتير عارفين يا دكتور هو التشنج المهبلية عند السيدات منتشر منتشر جدا للأسف عشان كده إزاي يعني البنت تعرف أن عندها يعني تشنج مهبالي أو الزوج حتى يفهم أن المراته دي عندها تشنج مهبالي لأن هي محدش ممكن يجي على باله وأن هو ممكن يبقى عنده المشكلة زي دي بالذك بصي الزوج إزاي هيعرف أولا هيجي يدخل الزوج في ساعة أداء العلاقة الزوجية هيحس كأنه بيخبط في حيطة يعني فيه طريق مزدود الطبيعي أنه فيه مجال للدخول فيه ممر مفتوح لا هو مش هيحس كأنه فيه حاجة سد والبنت هتحس أنه بيخبط فيها فتحس بألم والألم يفضل يعمل مشاكل ويدخله بقى في دوائر مغلقة ما هو التشنج المهبالي وبالتالي هيتأدل لحالة نفسية عندهم هما الاتنين يعني مش عند البنت بس ما هو ليه تأثير سلبي على الاتنين يعني التشنج المهبالي عدم حدوث العلاقة ده ما هوما على ما بيلفه كمان المشكلة أنه هو كمان فيه صعوبه في تشخيصه وده مشكلة كبيرة جدا لأن حاجة زي دي لما تتشخص ويبقى صعب أن هي يعني ما تتشخص بطريقة صحيحة هيعدوا يدوخوا يلفوا بالضبط أنا عايزة أقولك بقى المشكلة أن هي عشان هي في الجهاز التنسي المرأة الناس دائما بتتجه لدكاترة أمراض الناس فيحصل هنا مشكلة الدكتور أمراض الناس بيبص على شغلته إيه بيبص على الجهاز التنسي بتاع المرأة فبيلاقي الجهاز التنسي بتاعها سليم سليم مش مشكلة ولا أنت ما عندكيش حاجة دي بتتدلع فتروح جزء يتخنق معيها ومشاكل ممكن توصل للطلاق وحاجات ما هي بتتدلع بقى طبعا بتتدلع ومنع أنه يحصل علاقة زوجية وانتشي فاهم صعوبة الأمر إزاي والدكتوري يعني الدكتوري تيني هو من وجهة ناظره فعلا في تشخيصه وعلى فكرة هو مش غلطان هو كالجهاز التنسي سليم هي المشكلة عضلة متقلسة تمام أنا لو حد مثلا مطلع على قصة تشنج عضلات المهبل وكده فيرفير الحالة طب حتى لو السيدة المتزوجة يا دكتوري كان في صعوبة في العلاقة بتحس بألام وقتها هل بيحصل أي ألام بعد كده ولا بس وقت العلاقة وخلاص اللي بيحصل آه اللي هو اللي عندها تشنج مهبالي آه لا هي الألم والمشكلة النفسية كلها عندها تبدأ ساعة العلاقة هي من غير وقت العلاقة هي عضية طبيعية وطبيعية جدا مفيش مشاكل ماشي فدي صعوبة من صعوبات التشخيص اللي بتحصل فالتشخيص يا دكتور لو يعني البنت أو الزوج عرفوا إن عندهم مشكلة في وقت العلاقة وإن البنت وقتها أو الزوجة بتحس بألام هي بوسي بتحس بإيه يفضل إن هم ما يروحوش للدكتور نيسا يروحوا للدكتور تخصصه إيه هو التخصص اللي بيعالج التشنج المهبالي اللي هو العلاج اللي بيتعامل عندنا مفيش أي علاج آخر للتشنج المهبالي لأنه هو التخصص إيه يعني عشان الناس بعرفة علاج طبيعي علاج طبيعي التشنج ما هو بسي مفيش يعني أي دكتور علاج طبيعي هيعالج المتخصص بقى في القصة دي وبرضو إحنا عندنا تخصصات العلاج الطبيعي مختلفة وقليل قوي اللي بيعالج التشنج المهبالي فدي حاجة إحنا برضو من الحاجات اللي إحنا بنعالجها يعني عايز أقول لك إن دي مشكلة يعني تعتبر على مستوى العلم أقول لك العربي وحديك بتقولي يا دكتور إن المشكلة دي منتشرة دلوقتي أكتر طب إيه سبب امتشارها تفتكري يعني يعني ليه ليه حاجة زي كده منتشرة ده فعلا بيرجع بيرجع زي ما حديك قلت مثلا بتسمع بقى البنت قبل زواج إن هو الموضوع ده مخيف أو مؤلم الأثر اللي هقولك حاجة بتسمع من أصحابها طريقة الثقافة بتاعتنا والتربية تخويف البنت تخويف البنت كأن العلاقة دي علاقة قاسمة وكأنه البنت خايف حد يقرب لها أصلا يعني فاهميني المعتقدات والطريقة الكولتشر بتاعتنا احنا كمان دي برضو ليها تأثير أكيد يعني ليها تأثير سلبي احنا قلنا اتفقنا من الأساس إنه في حاجة اسمها psychosomatic disorder اللي هو مشكلة نفسية قدت لمشكلة عضوية طيب بالنسبة ليه حديك قلت فيه تشنج مهبالي أولي وتشنج مهبالي ثانوي وطريقة العلاج واحدة للاتنين الاتنين نفس العلاج الطريقة علاج التشنج الأولي مش هتختلف عن التشنج الثانوي والاتنين نفس أعراضهم مفيش أي اختلاف الأعراض هو بصي اللي هيحصل الآتي أول حاجة الزوج هيجي يحصل الإلاج مش هيحصل الإلاج هيحس كأنه الطريق مقفول والبنت عضلات الحود بتتقلص وساعات بيحصل رعشة يعني هو ده بيحصل بالزبط رعشة وساعات الأمر يؤدي من كتر تقلص عضلات الحود عندها والرعشة الفرجلية يعني جسمها كله يبقى بيتنفط ومش هتحصل علاقة يعني هيبقى فيه صعوبة جدا في الإلاج أو ما بيحصلش إلاج وده الأغلب يعني 95% ما بيقاش فيه الصعوبة عدم حدوث إلاج أصلا وطريقة التشخيص يعني بتتم عن طريق الأعراض بس يا دكتور لكن هل في فحوصات بتتعامل؟ هقولك بها على حاجة إحنا بنفحص طبعا عضلات الحود بنعمل تقييم لعضلات الحود عندنا عن طريق أجهزة معينة هي؟ بصي إحنا في التشنج المهبالي إحنا بنستخدم جهاز للعلاج وللتشخيص اسمه بايفيد بيج بس في التشنج المهبالي المفروض إن إحنا حتى البروك بتاعت الجهاز إحنا بنقدر نقرأ عضلات الحود لكن ما بنعرفش نقرأ عضلات المهبل إن في الأول أنت صعب جدا ننتي تدخلي حتى بجهاز ولو كان ينفع إن أنا أدخل بجهاز كان ماهدي برضو من ضمن المشاكل النفسية للبنت دي بتتعرض لها إن هما يودوها لدكتور والدكتور يحاول بالعافية إن هو يعني يفحص بالصنار أو يعمل لها منزار أو ما دي من المشاكل اللي بتزود المشاكل النفسية وبتزود التشنج المهبالي أكتر فأنا إحنا اللي بنعمله إيه؟ إحنا بنعمل فحص بطريقة معينة يعني فيزيكال بنشوف عضلات الحود وبنشوف عضلة المهبل عن طريق إن إحنا يعني بالكشف عليها وبتقييم العضلات بشغل بتاع تقييم عضلات نحنا بتاع العلاج الطبيعي فهميني؟ بنعمل تقييم العضلات أول ما بنلاقيها كده خلاص وبنبدأ نشوف عضلة الحود ينفع نقسها عن طريق جهاز البيوفيدباك لكن عضلة المهبل طبعا نستحق لنقسها في حالة التشنج المهبالي نوعي اللي انتي تعرفي تقسيها وإلا انتي بتعذبيها بتكمي سلسلة العذاب بتاعتها لأ هندخل الجهاز وهندخل بروك وهنقس ونعالت بس بعد ما نبدأ نحضرها ده بقى هنتكلم عنه في تفاصيل طريقة العلاج طيب بعد بيتم فحص العضلة بتاعت الحود يا دكتور إيه المرحلة اللي بعديها بتتم؟ بس بقى المرحلة اللي بعديها بعد كده احنا عايزين نقول الاول في الحتة دي الاول احسان حتة مهمة قوي اللي هي بتاعت عايزة اتكلم عن تأثير التشنج المهبالي على الزوجة وعلى الزوج لأنه معظم الناس فاكرة ان المشكلة دي بتأثر على الزوجة بس هوا ما عندوش مشكلة وايه الاعراض اللي بتزهر عليه يعني هيعراض نفسية ولا فيه اعراض تانية هما الاثنين اول حاجة ممكن تحصل لهم لوجيك جدا انه هيحصل نقص للرغبة الجنسية هتبدأ رغبة الجنسية تضعف عندهم لأنه هما عندهم مشكلة في العلاقة فتبدأ يبقى هو حسس انه يعني كده كده هيحصل مشكلة في الاخر وهي خايفة من الوجع والقلم والمشكلة اللي هتحصل فيبدأ هما الاثنين يبقى عندهم ضعف للرغبة الجنسية بالنسبة لتأثير السلبي على الزوجة انه خوف من العلاقة رافض ساعات للعلاقة خوف بقى من اي حد يقرب لها من المكان خوف حتى تروح الدكاترة بعد كده لو كانت لفت على كذا دكتور ومفوش اي تشخيص صحيح فاكيد اه طبعا اه طبعا اه طبعا لنديد بالظبط لان هما مش لقيين اي سبب فبالتالي هيلاقوا بقى افكارهم هتروح لحاجات تانية ايش ازا اقولك المواضيع بتوصل لحاجات قبعد من كده يعني الناس بتيجي تحكيني حكايات غريبة يعني بس ده بالنسبة للزوجة عايزة بقى اتكلم عن تأثير السلبي بتاع تشنج المهبالي على الزوج اثناء العلاقة مع زوجة بتعاني من التشنج المهبالي هيحصل له ايه ممكن من توتر الزوجة الزوج يليقي نفسه يبدأ العلاقة انتصابه كويس جدا ويبدأ يدعف انتصابه اثناء العلاقة او يفقد انتصابه اثناء العلاقة فالزوج يعني اتخيل في الحالة دي انه هو عنده ضعف جنسي لا هو عندوش ضعف جنسي هو ما عندوش هو نتيجة التوتر اللي حاصل في العلاقة مع العلاقة دي علاقة يعني بين اثنين علاقة قائمة على اثنين مش على واحد فتوتر زوجته والخوف وعنيها واللي هو شايفه ورعش يترجيه اتخليه هو كمان بيتوتر بيخرج من الموت فيبدأ يفقد انتصابه اثناء العلاقة فيبدأ ايه؟ هو كمان يبقى الآن طب لا انا مش طبيعي انا كمان عندي ضعف جنسي ويبدأ هو كمان يشوفنا لا هو ما عندوش مشكلة هي المشكلة انا بكلم في الناس اللي عندهم حالات التشنج المهبالي لان احنا لو عالجنا التشنج المهبالي الزوج مش هيبقى عنده الاعراض دي يبقى اذا الاعراض اللي بدأ يعني الزوج منها هنا اعراض سنوية وليست اعراض اولية ونفس المشكلة بتحصل برضو لان الزوج حتى لو حس ان عنده مشكلة وراح يعمل فحوصات عند دكاترة ممكن هيقولوله ان ما عندوش مشكلة وبالتالي هنروح برضو هنفضل فلدة يا الامة دي او دايرة والغلاقة ما هو ده اللي بيحصل بيروح يعني يعمل فحوصات بيقول ما عندكش حاجة فانا بقول في الحلقة كده ليه عشان هو كما يعني يوضش لف وكده ممكن بقى مشكلة تانية تحصل له لو هو لو الزوج ده في حالة اثارة عالية مع توتر الزوجة ممكن يحصل له سرعة قصف فهو يفتكر انا مش طبيعي انا بيستهي سرعة قصف بسرعة لا هي العلاقة نفسها فيها توتر مشكلة بقى تأثر تاني عايز اقولها للازواج اللي هما بيعانوا من المشكلة دي خلافات زوجية سبحان الله ربنا جعل العلاقة دي تهدي اسمها العلاقة الحميمية يعني العلاقة اللي بتقرب الزوج والزوجة من بعض ربنا اللي عامل كده يتصالخوا لما يزعلوا يقربوا من بعض عن طريق العلاقة دي فتلاقي عدم نجاح العلاقة الحميمية يؤدي الى مشاكل في العلاقة الزوجية كبير مشكلة كبيرة يعني مش مشكلة بسيطة خالصة يعني ممكن علاجها بسيط لو تشخصت صح بربع يجي لكن هي مشكلة كبيرة لو ما تشخصتش صح وما تفهمتش بطريقة صحيحة هو ده الفائزة شو هي المشكلة لو ما جيتي صح وتوجيتي صح وتعليقتي صح مشكلة بسيطة حلقة وقتها ثلاث يام تكون المشكلة خلصت شو فيه الموضوع بسيط ازاي بسيطة صعبة بقى لما توصليه لحد هنا لحد ما يجي العيان عندنا ويوصل للمكامل صح يعني مفيش توعية كافية او مفيش وعي كافي عن الموضوع وللأسف الموضوع منتشر وده بيرجع لثقافتنا وافكارنا وعاداتنا فبالتالي بتأدي للمشكلة زي دي بالزبط بالزبط بس سراعة وده دي مشكلة حديثة يا دكتور ولا مشكلة بقى لها فترة طويلة لا اكيد مشكلة بقى لها فترة طويلة بس ما كانش يمكن محدش بيتكلم عنها بسي احنا عندنا قصة الخجل طبعا خاصة في المنطقة دي في المنطقة دي انا نفسي على فكرة كنت مترددة لحد انا دي ثلاث حلقة اعملها على فكرة عن التشنج المهيبة لما شفت ناس بيوتها كنت هتتخرب الحمدلله ربنا يعني جعاني سبب في انه البيت ده كمل وعلاقتهم بقت كويسة وحسيت ان الموضوع فعلان انت بتعالجي حالة مرضية وفي ناس انت بتنقذي بيوت من الانهيار فحسيت لا احنا لازم نتكلم احنا مش هينفع نسكت ده دي حالة مرضية ولا حياءة في العلم يمكن يعني من خلالها دي كنت بتقولي الاسباب اللي هي ممكن تبقى اسباب ترجع لحالة نفسية او اسباب ترجع له بعد اجراء عملية او حتى بعد ولادة طبيعية نتيجة الجراحة او الخياطة للسيدة الحامل يمكن دي لما بتكون بعد حاجة عملتي يعني بعد عملية او حاجة يمكن يبقى سببها واضح اكتر فدي بتسهل انا عايزة اقولك كمان بتسهل لا ولا لا المشكلة بقى لان هي العلاقة كانت طبيعية في الاول اه في سبب خلاها ان هي بعد كده يحصل فيها مشكلة تمام بس عايزة اقولك بقى انه اغلب الحالات اصدمة بيبقى الاول لهم في اول الجواز وما يحصلش وما يحصلش او ده اكتر او متاشر اكتر او يعني على الاقل دي فعلا انت شايفة سبب يكن التنمية يعني في اول جوازهم ومعندهم مش خبرة ويعودوا يلفوا ولو استشاروا حد يوديهم غلط ولو راحوا ساعات كمان الدكتوري يوجيهم غلط يعني من ده من التوجيهات الغلط زجرة زي ما قلنا اين ما هو الموضوع اصلا مش معروف حتى ما هو حنيجي التخصص مثلا امراض الناس هو فعلا عنده حق من جهاز التنصلي سليم مش شكلة خالص هي العضلة هي اللي فيها تقلص العضلة هي اللي مقفولة ودي مش طبع تقييمه خالص ولا طبع تخصصه ولا حتى الجهاز هيبين ولا حتى الجهاز هيبين مش هيبين العضلة فيها مشكلة اقصى حاجة بتيجي اللي بتتقل بقى المشكلة أصلا بتتضلع أصلا عارفة بقى كمان في مشكلة بقى المخدر الموضعي في ناس بتلجأ الحاجات بقى اللي بيلجأوا لها الناس عن طريق وصفات سواء ساعات يعني من تشخيص غلط او وصفات من الناس انهم يحطوا مخدر موضعي ومخدر موضعي ده بيعمل مشكلة عند الزوجة وعند الزوج اولا بيخاني الزوجة تفقد الاحساس بالإصارة تماما انهم كمان عند الزوجة كمان بيبدأ يقل إحساسه حط له مبنجة هم اللي فيهم فدي مثلا من ضمن الحاجات وسيلة مدمرة مدمرة غلط جدا دي مثلا من ضمن الحاجات الجل اللي بيستخدم اللي بري كانت جل اللي بيستخدم في الصيدليات معظم أنواع الجل دي فيها مواد كيميائية فبتعمل حرقان عند الزوجة والزود المشكلة عندها وتبقى مش قادرة يا إما بينشف ممكن تعمل لها أمراض بقى اه طبعا والجل نفسه النوع بتاعه بيبقى بينشف الناشفان ده بيعمل صعوبة أكتر فالزوجة بتعاني أكتر عارف عيني كل ما يجوا يحاولوا يقولوا لهم مشكلة تتعقد أكتر اه كل ما يبوزوها فعلا زي ما انتش بتقولي أكتر اه اه يعني كل ما فعلا يلاقوا يحاولوا يشوفوا حلول الاقتراحات الخطأ برضو في العلاج اللي أنا برضو عايز أقول ودي يا دكتر يعني مش بس يعني لو في مشكلة عموما الحاجات سواء المخدر أو اللوبريكنت الجل والجل ده مش حاجة صحية خالص يعني سواء في مشكلة أو ما فيش مشكلة عايز أقوليك إنو في ناس بيحصل يعني في ناس بتستخدمهم بس يعني عشان تسهيل ده ما بيسهلش ببوز الدني وخصوصا لو فيه تشنك بهبالي عايز أقوليك إنو برضو ده بيبقى ساعد فيه كيميكالز فده ممكن ساعد في ناس ممكن تحمل حتى لو يحصل حملة حتى لو ما حصلش كمبيت يعني علاقة كاملة فاهمني ده ممكن يأثر على فيه مادة كميائية فتأثر تأثر على الكفاءة بتاعت السبيرمس اللي هي الحيوانات المنوية كل الحاجات دي ممكن تتأثر من دمن العلاجات برضو الخطأ أو الشائعة اللي بتحصل طب بصي طالما مش نفع تبتعلي عمليك عملية توسيع وهنا بقى الكرسى الكبيرة أصلا المشكلة ملهاش علاقة بالصيز بالحجم بحجم المهبل دي عضلة مقفولة هل من الأساس أصلا يا دكتور عملية توسيع دي حاجة كويسة أم لا بغض النظر فيه مشكلة لا طبعا عملية توسيع طبعا طبيعي أكيد أصلا المستحب أن المكان ما يبقاش واسع حتى بعد الولادة الطبيعية الدكتور بيخيط بحيث أن هو يرجع المكان يلموا ويرجعوا للحجم بتاعه الطبيعي فالأصح إن المكان يبقى إيه؟ يبقى الكنتور في الحجم بتاعه الطبيعي مش إن أنا أوسعه أوسعه ده هيقلل بعد كده المتعة الزوجية بتاعت الزوج وهيبقى فيه مشكل من نوع آخر والكرسة بقى الأكبر بوجي الكرسة الأكبر إن مشكلة التشنج المحبالية موجودة بعد معاملة العملية وتجيلي ومحصلش علاقة برضو المشكلة إنه المشكلة هنا فين؟ مش في الصيز الصيز حتى لو كان كده هيحصل الدخول العضلة مقفولة مسدودة فتفضل العضلة متشنجة إنت وسعت الصيز من جوه والعضلة مقفولة برضو من برا اللي هي بيبقى في صيز مصر العضلة للبر عالة مقفولة فمحلتش المشكلة يعني العضلة مقفولة مقفولة مفيش أي مدالة خالص تقال اه اه فكده فوسعت الدنيا وخسرت ميزة فيها إن الكنتور أو الصيز بتاعها صغير دي ميزة خسرت ميزة فيها ومحلتش المشكلة المشكلة استيل قائمة دي من دمن الاقتراحات اللي بتحصل غلق من اقتراح تاني برضو بيتقال ننوح عنه هنا برضو في الحلقة حاجة بيحقنه اللي هو سم البوتوكس بيتحقن حد يقول ايه احنا نحقن بوتوكس بحيث ان احنا نرخي العضلة دي خالص يعني هو البوتوكس بيرخل عضلات بيشل العضلة بيرشل المؤقت في العضلة خدي بقى الأثار السلبية للبوتوكس وفي الاخر المشكلة ما تحلتش برضو بالزبط خدي اول الأثار السلبية اولا احنا قلنا ان التشنج المهبلي تشنج في عضلات الحود والمهبل انا اصلا في العليق عشان اعالج المهبل انا اصلا ببدأ بالحود لازم ارخي الحود عشان عارف ادخل المهبل فاذن هو كل اللي هيقدر يحقنه هيحقن ايه؟ المهبل المهبل ما يدرش يرخي عضلات الحود لان لو رأك عضلات الحود اتشلت ومش هتقدر تتحرك هتبقى مشلولة كارسة فاللي بيعملو بيرخي عضلات المهبل وكمان البوتوكس اولا دي وقت معي فاولا الحل ده مؤقت ثانيا عضلات الحود متشنجة فمش تحصلش برضو علاقة ولو حصلت بتبقى صعبة جدا وترجع تاني بمجرد انه تأسير البوتوكس يروح ما بتحصلش بعد ما بيحقنوا البوتوكس يحقنوا تكلفة بتاعته كمان عالية جدا وخاصة في المناطق بزيزا تكلفة عالية جدا وفي الاخر ما فيش نتيجة لان اصلا احنا تعريف التشنج المهبلي هو تشنج في عضلات الحود والمهبل وانا اصلا عشان انا في علاجي اشكاية بقولك هو ملوش علاج جري العلاج اللي احنا بنعمله ده ملوش علاجتين ولا في اي مكان ولا حتى حتى يعني التخصصات بتعريج العلاجات اللي هي المسؤولة عن المشاكل الجنسية والحاجات دي برضو ممتعريكش التشنج المهبلي التشنج المهبلي ملوش علاج غير الجلسات دي ملوش علاجتين خالص خالص كلها حلول حلول وتؤدي المشاكل اخرى تؤدي المشاكل اخرى من ضمن الحلول اللي بتكترح استخدام الموسعات الكونس او الموسعات الجماعة هي اصلا لو تقدر تدخل حاجة ما كانت تدخلت جزها يعني فاهماني هاي فالبنت عندها مشكلة فالحلقات طبعا مش هتساعد خاصة هتسبب لمشكلة اكثر الكونس دي كلها هتسبب مشكلة استخدام الموسعات دي برضو من ضمن الاقتراحات الخاطئة في الموضوع هي البنت عندها مشكلة يعني طب انتو كده عمالين تعذبوا فيها يعني وهي عمال الفوبية زيد عندها والخفي زيد عندها وجزها يتدايق اكثر طبعا منها ويضايق من العلوقة وانا جوزت ومتبسطت. عارفة كارثة موجودة فاهميني. اكيد اكيد طبعا. فبردو استخدامي الموسعاتي. جماعة حد استخدامي. اه اكسرسايز. التمرين الرياضية. اه. التمرين الرياضية هتخلي العضلة متشنجة تقلصها اكتر. عضلة اصلا فيها تخيلين ان انتي ظهرك وجاي. وانا بقولك تبعميني بس شوية التمرين. ده انا حتى انتي لو جاي علي. انا كدكتورية علاقة طبيعية عشان. اول حاجة بدي هالك كريست. صح او لا غلط. اول حاجة بقول هالك. ارتاحي. ارتاحي. وهنعمل الجلسات. وبعد ما تدحسيني. هبقى ديك التمرينات بقى وحاجات تقوي عضلات ده. يعني بعد حتى في العلاج. لما التمرينات دي اخر حاجة. مش في الاول خالص. التمرينات مش هساعد. التمرينات بالنسبة لها هي العلاقة الزوجية. هو ده التمرين بتاعها بعد كده اللي هو البراكتس. الممارسة. هو ده التمرين بعد كده بتاع. بعد ما بنعمل العلاق. بس ده يا لما صعبة جدا. جدا. فيه اي سلوكيات خطيئة برضو يا دكتور بتقدي المشاكل في حل المشكلة دي. هي مش بتحلها هي بتعقدها. اه ما هو احنا يعني ما هي دي الاقتراحات ما بقولك. الكونز موسعات. كل الحاجات دي ده ازا ازا تمرينات. كل ده غلط. العلاج بقى احدك بتقول انه هو العلاج بسيط. اصلا لو توجهنا للعلاج الطريقة الصحيحة في العلاج. بس. شو في عادوا بقى الناس اللي قاعدت شاهر. ده بيجو بعد عذاب يعني. بعد مدة طويلة. ودائرة مغلقة. مفيش حلول فيها. وبالعكس المشاكل بتزيد اكتر. مش مس عند الزوجة. لكن عند الزوج كمان. وبيضطر ما هو يلجأ لحاجات تانية. مش هيلاقي فيها حل. ويجي له اعتقادات ان هو عند مشكلة. ويبقاش عند مشكلة دي يعني. مش عارفين هم الاتنين المشكلة فيه. ده فيه ناس بيجو لي خلفوا اتنين مثلا حصل حمل من الخارج كده. خلفوا اتنين ويطالجوا بعد. على ما اكتشفوا بقى. على ما دخلوا مثلا على اليوتيوب او على الصفحة بتاعة الفيسبوك بقى اكتشفوا. ايه ده ده فيه علاج ده احنا هو. انتي فاهماني. مم. فيه نسب يبقى. بصي بقى عدى شهر. عدى اتنين. عدى سنة. عدى 6 سنين. اللي جاية لي بقى لها. 6 سنين. يجاية لي بقى لها. sint LOOK! يا جماعة والله العلاج بسيط جده. يعني حتى بعد ما اكتشفوا المشكلة بعد سنين طويلة. او. علاجها سهل محفوش مشكلة? ما هي المشكلة ان ايه احسان. مشكلة حاجبيبتي في ايه؟. انهم اصلا. ما عرفوش كان ايه المشكلة اطبعا ما انا بفعل ما انا قصدي بعد ما دايما الاكتشاف المباكر لأي مرض عموما هو ده افضل والعلاج بيجيب نتيجة طالما عرفوا مشكلة اتعرف انا اول ما باجي اعمل التقييم ولاي عندها تشنق مهبالي اقولها الحمد لله عرفنا السبب طالما لما باجي اعمل التقييم وتأكدت ان عدرات الخود فعلا فيها مشكلة وفيها تقلصات بعد الاختبارات بتاعتي وتأكدت بسيطة على البيبوك وتأكدت فعلا خلاص بعد التقييم بتاعي انه في تقلصات في كل العدلات دي اقولها ايه عصينتي طالما عرفت هي سبب المشكلة خلاص العلاجة هو لكن لو حد اكتشف المشكلة بعد سنين طويلة يا دكتور لان حديك بتقول ان المشكلة دي مش ما فيش وعي كافي عنها فبالتالي بتشخص بطريقة غلط وبيروحوا السوليكيات خاطئة بيقد المشاكل هل يعني اكتشاف المشكلة بعد مدة طويلة وحتى لو تعرضوا لمشاكل أثناء السوليكيات والاعتقادات اللي هي بتحاول ان هو بتحيل مشكلة ده لما يلجأوا للعلاج بعد فترة طويلة هتبقى سهل برضو ولا هي بقى فيها مشكلة حبيبتش هو العلاج العلاج واحد يعني بعد بس هي المشكلة بس في الأثر السلبية اللي بتترتب عن تأخير العلاج طبعا اللي اكتشفوا المشكلة بعد شهر تعالجوا أحسن كتير يعني من اللي عادوا يعانوا عشر سنين وأثر على علاقة ما احنا اتتفقنا من ضمن الأثار اللي بتأثر على زوجه الزوجة انه توطر العلاقة الحميمية يعني من مشكلة في العلاقة الزوجية هو ربنا اللي عمل كده هو عمل العلاقة دي عشان اسمها حميمية يحسوا انه هما حاجة واحدة طب جاتلك حالات مثلا يا دكتور حديك قلت فيه بيستخدموا حلول بتأدي لمشاكل زي التوسيع المكان البنج الحاجات الحديك زكرتيها دي بتأدي المضاعفات لمشاكل وقت العلاج بقى لما يتم اكتشافها ان هو ده تشنج مهبالي هل بيكون العلاج بيكون سهل ولا نتيجة المضاعفات اللي حصلت هيبقى أصعب شوية بصي احنا دايما يعني انا عايزتنا واحدة احنا طباما اكتشفنا المشكلة بصي انا دايما بقول للناس نسبة العلاق ده 99% نسبة النجاح 1% الحاجة واحدة بقى واحدة عندها مشكلة نفسية لأ انا محدش هيقراكي لأ انا مش عارفة ايه عندها هواجز بقى نفسية دي بتتعانج بقى ديها تحتاج بقى تحتاج علاجين تعمل برضو بجلسات لأنا عندها مشكلة عضوية تحتاج دي واحد في المية من الحالات او اقل يعني مكتولي كمان نص في المية هاي اكيد طبيعي لما بتحس ان هو فيه تحسن بيأثر على عامل النفسي بصورة كبيرة جدا طبعا هي مجرد اصلا انه الجهاز دخل احنا عم نشرح دي دلوقتي بطرق العلاق انه الجهاز لقيته دخل وان نحايا حستنا حد طبيعي هي خاص جزء النفسي يتحل وشكايا بقولي 99% ما بيحتاجوش يعني حتى دكتور نفسي ولا بيحتاجو اي حي 99% واحد في المية دي بقى كل مية حالة ممكن تشوفيه حالة كده طب طرق العلاق بقى يا دكتور والمراحل والجلسات بتبقى الجلسات حسب كل حالة عدد جلسات واحدة لكل حالة ياريتش روحينا بالتفصيل ها وليك بقى بالتفصيل اولا احنا بنعمل 3 زيارات ما بين كل زيارة قد ايه وقت بص ممكن يعني نعمالهم لما يكون فيه ناس جايين من برا او من بلاد بعيدة او من حاجات عادي جدا لو عملناهم كل يوم ما يجراش حاجة لو خدنا الثلاث يام وربع او ان احنا بنعمل فاصل يوم بعد يوم اقصر حاجة يوم بعد يوم يا دكتور اه ما قدرش بقى دكتور من كده عشان انا بكمل علاجي مش بدأ من اول وجديد اه فهو احنا بنعمل كده لو حد ما استمرش على الجلسات يعني الثلاث جلسات دي ما حدش عمل جلسة او اتنين والتانية طول فيها ما عملش او راح بعد بنعيد من اول وجديد بنعيد من اول وجديد يعني مثلا يعني مهمة جدا ان احنا ترك الجلسات وربع احنا من ضمن الحاجات اللي بنقولها ان الناس يجونا بعد معادة بيريوت عشان انا باب عايزة الجلسات ما بقاش في علاقة وعايزة وقت تيحصل فيها علاقة بعد الجلسات فدي من ضمن طب دي حاجة مهمة جدا نازل احتياطات قبل الجلسات ان هو بعد الدورة الشهرية مباشرة بحيث ان احنا وسلا علاجنا لو هتعمل يوم بعد يوم قوي هياخد اسبوع ويبقى احنا عندنا وقت كاكل الممارسة بقى ايه لان احنا قلنا التمرين هو ايه الممارسة هو ده طبعا هيكمل العلاج هو ده هو بقى خلاص هي حصلت ممارسة حصلت العلاجة بشكل طبيعي خلاص فدي من ضمن خطة العلاج بتاعتنا ان احنا يعني يعني مثلا وما تحصلش علاقة لمدة قد ايه اسنان فتحة الجلسات بس بس انا بقى احنا بقى احنا بس حاجة يعني مثلا بيشوف الحلقة واكتشفت اكتشفت امراته او هي اكتشفت ان هي عندها تشنج مهبل وقفوا بقى مثلا مش بقى محاولات وواجع وكده تعالبوا وبعدين نعم طب الجلسات حديقة دكتور الاول بيتم تشخيص العضلات الحوض الاول وبعد كده من عضل التلمات الجلسات بقى بصي بنعمل ايه بنشتغل بيبقوا اول حاجة بقى اتفقنا تلات زيارات الزيارة الوحدة بيبقى فيها جلستين الزيارة الوحدة بيبقى فيها جلستين جلستين يبقى جلستين 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 ومدتها قدية كل جلسة ده هقولك حالة الجلسة الاولانية تلي بنحضر فيها عضلات الحوض عشان نقدر ندخل المهبل عشان كده لما قلنا انه جوتكس ماينفعش عشان اللي احنا بنقوله دلوقت احنا اصلا مندخلش مهبل ندخل محضر الحوض ده الحوض كل العضلات متقلزة ده اهم حاجة ده اهم حاجة انت لازم تفتح الحوض ده الاول عشان تقدر تدخل المهبل نوينك تدخلي وقلنا نبقى بنعذب البنت تاني يعني عذاب بس ف بصي اول حاجة قلينا نقول بالترسيم اول حاجة هنقول حاجة للاتنين الزوجة قبل العلاج قبل ما نقول هنعالج العيان ازاي هنتكلم عن الزوجة وهنتكلم عن الزوج في معلومات لازم تعرفها وفي معلومات لازم تعرفيها اول حاجة انت يعرفت اني عندك مشكلة المشكلة دي سببتلك الام عضوية والالام العضوية سببتلك الام نفسية الفرق انا دايما بقول للناس حاجة الفرق بين الانسان وسائر المخلوقات اللي خلقها ربنا حاجة واحدة انه يعرف يتحكم في مشاعره في احساس يعرف يدخل الحمام امتى بيعرف امتى لو انسي بصي دايما بقول ايه لو الخوف اتحكم فيك لدرجة لو اعتبقي ناسك دخل امتى حاني لو انت خفتي زيادة عن النزوم مش هتحلي ولا كلمة لقي ناسك نسيتي كل حاجة وما كتبتيش ولا كلمة فل امتى حاني ولو انت هديتي هتركزي وتدقي تجمعي معلوماتك لو انت خفتي من الحقنة مش هتعرفي تاخدي العلاق اذا خفتي انك تاخدي حقنة مش هتتعالجي فخوفك من العلاقة الزوجية حائل بينك وبين زوجك وحائل بينك وبين العلاق فلازم تتحكمي في خوفك لازم نتحكم في مشاعرنا طرق ما جينا نتعالج وعرفنا السبب ولازم نبدأ صفحة جديدة بنقول للزوج يبقى فهمنا الزوجة ان انت خلاص لازم نبطر قصة الخوف لان خوفك بيأثر على جوزك زوجك بيتفاعل معيك مشاعرك بتأثر عليه زوجك عايز يوديكي وعايزك مبسوطة وعايز ده بالعكس هو هيتبسط في العلاقة اكتر لما يحس ان انت مبسوطة كمان في العلاقة فتوترك وخوفك مؤثر عليه بالسلم فانت تعملي كده عشان نفسك وعشان زوجك دي حاجة بالنسبة للزوج عايزين يقول للزوج ان كل المشاكل اللي حصلت دي كانت مشاكل وهية لان الزوجة تلعت مظلومة تلعت غصب عنها تلعت غصب عنها تلعت عندها مشكلة عملالها كده يبقى اذا هي مش بتدلع زي ما بعض بيروكوا البعض الناس يقولوا ان دي بتدلع ده هيعمل لنا مشكلة لا الزوجة دي هنا مش بتدلع الزوجة عندها مشكلة التمثلها العزر ساعدها هنزود المدعبة خليك حنين معيها عملها على انها عندها مشكلة لحد ما تعدوا انتوا الاثنين المشكلة دي مع بعض الاثنين يقفوا جنب بعض ويتفهموا موقف بعض وننسى القديم لانه القديم احنا عريخنا سببه وانه ما كانش بيقديها ولا كان بيقديك خلاص دي اول نقطة نازم نفهمها للزوجة والزوجة دي اول العلاج نبدأ بقى العلاج التحيال دي اساس العلاج يعني هم تفهموش النقطة دي العلاج مش هجيب نتيجة المتوقعينها زي ما لو هم تفهموا الزوجة خلاص لو رفضة حد بقى العربية طوانا كان نعمل معاني فلا لازم انت هتسيبه نفسك وتركي عضلاتك وتسيبه نفسك للعلاج وبعدها لزوجك لازم تتغلبه على مشكلة الخوف احنا مقدرين ان انت موريتي بيه بس لازم نتعالج لازم نذاكر ونتعب عشان ننجح لازم ناخد دواء مر وناخد حقان عشان نتعالج لازم نستحمل العلاج يعني كل حاجة لازم نستحمل عشان نعدي المشكلة استعبه دي طيب العلاج بقى بعد كل الكلام الاستعب اللي احنا عادة نشرحه والحاجات العلاج بقى خلاص الموضوع بسيط خالص اولا زي ما قلنا ثلاث زيارات ممكن يقول في ثلاث ايام المشكلة خلصة سواء كان يوم وبعد يوم او ثلاث ايام متواصلين في الثلاث ايام فعلا دكتور بتحس بتحسن وفرق كبير بيحصل علاقة على طول بنقول لهم بقى بعد ما بنخلص الجلسات على الاوضاع المناسبة بس اكيد بقى اه بالزبط اه اكيد فيه شروط او احتياطات بالزبط احنا بنعمل اول جلسة بتبقى على الخوت وتبقى في حدود ساعة الجلسة دي بنحضر عضلات الخوت خالص وبحيث ان عضلة الخوت دي تبقى مرتخية تماما طبعا بنشتغل على مجموط عضلات معينة دي خاصة بطريق شغلنا احنا نشتغل على مجموط عضلات معينة حتى من التمن ان عضلة الخوت بقت وكلها حاجات من جر قلم بقت ريلاكست خالص وما فيهاش اي مجرد جهاز بيمشي على عضلاته خلاص يا دكتور ما فيهاش اي حاجة احنا بكل شغلنا الطريقة ان احنا عايزين نركي عضلات الخوت ركينا عضلات الخوت بنبدأ نعمل الجلسة اللي هي بجهاز الجهاز ده متوسل بشاشة بتقيز انكباض العضلة وانبساط العضلة اول زيارة دي انا مش عايزة عليج العيه انا مش عايزة اصلا العضلة تبقى ريلاكست انا عايزة اوصل لها هدف عايزة اطمنت ان البلوك اتفتح وان الجهاز دخل يبقى انا اطمنت ان الاسبازم ده روع خلاص هو خلاص العضلة فتحت يبقى انا بقى الكورس لسه مستمر يبقى انا كده اطمنت ان البلوك فتح يبقى الجلسة الاولانية ده دوري فيها الدوري التاني فيها العضلة اللي فيها تشنك فيها مشكلة احنا قلن انها على طول فيها انكباط مفيش انبساط ان الجهازة عندي يدي ارايتين اراية انكباط و اراية انبساط عملت صح نجحة اول جلسة سجلنا القرية بتاع تشنك عضلات الخوط و عضلة الخوط بقت وسجلنا القرية انكباط و انبساط عضلات المهبل بغد النظر اديتني رقم قد 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 تاني جلسة بقى دي هي اللي بنبدأ نعمل فيها حاجة اسمها ريلاكسيشن تكنيك عن طريق الجهاز اللي متوصل بالشاشة اللي بتغيز انكباط و انبساط العضل حد ما بنوصل لنص الرقم تقريبا اللي احنا وصلنا له او اقل من النص شوية الجلسة الاخيرة بقى اللي هي تالت جلسة دي دي بقى بنوصل فيها للنورمل اللي هو على اقل عضلة المهبل دي توصل لعشر درجات و نتطمن اللي هي كده في الحالة دي تقدر تعمل علاقة في الاول بيبقى العضلة دي فوق سبعين ستين سبعين في ناس تمانين بشكرك يا دكتور لأسف وقتنا خلص لكن ان شاء الله هنكمل لقائنا شرفتين ونورتين وكل سنة وحديك طيبين مشاهدينا كل سنة وحديك طيبين اتمنى تكون استفدتوا النهاردة من حلقتنا استنونا كل يوم الساعة 2-3 والاعادة تاني يوم سبع صباحا يوم جديد وحلقة جديدة وليف كلينك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة شكرا